ورجعنا لحضراتكم تاني خبر بقى يهم موظفين الحكومة اللي بيتابعونا ويشافونا بتقول الحكومة بتؤكد زيادة الأجور للعاملين بالجهاز الإداري بموازنة 2021 ولا صحة للأنباء اللي بتتردد عن تجميد العلوات وقالت أنه زيادة أجور الموظفين خلال موازنة 2021 من خلال إقرار علاوة دورية بقيمة 7% من الأجر الوظيفة بحد أدنى 75 جنيه وكذلك حافظ شهر إضافي بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 150 جنيه للدرجات الرابعة فما دونها و200 جنيه للدرجة الثالثة و250 للتانية و300 للأولى و325 للمدير العام و350 للدرجات العليا و375 لشغيل الدرجة الممتاز يعني باختصار الخبر أن أي حد اللي عاملين في الحكومة ليه زيادات اللي هي بتاعت كل سنة هياخدها وما فيش أي مشاكل من أي حاجة وما فيش استقطاعات وما فيش أي تجميدات بسبب كورونا أو أي شيء شركة إيني الإطالية بتعلن عن اكتشاف نفطي بالصحراء الغربية يضيف لإنتاج مصر 10 ألاف برميل يوميا ده اكتشاف جديد أعلنت عنه شركة إيني الإطالية الحقيقة المتابع لموضوع البترول والاكتشافات يعرف أنه كان فيه كلام كتير جدا خلال الشهور اللي فاتت عن الصحراء الغربية وأن شركة إيني بتعمل على قدم وساق هناك فتم الإعلان الرمز الرسمي بالأمس أن شركة إيني الإطالية اكتشفت وجود نفطي بالصحراء الغربية وفي سياق الخبر الذي يقع على بعد 1.5 جنوب حقل الكريدية الرئيسي قد الإنتاج بالفعل البئر 85 قدم من عمود الزيت في الحجر يعني حاجات كده علمية ممكن ما نعرفش نفهم منها قوي لكن بإنتاج يومي 10.000 برميل من النفط اليومي إلى جانب إنتاج إيني في الصحراء الغربية لمصر شركة إيني في الصحراء الغربية شغالة وده بير جديد خير جديد لمصر بيضاف لي سروات مصر اللي احنا بنشوفها احنا شفنا شركة إيني الحياة شركة إيني حظاها حلوة على مصر ومصر حظاها حلوة على شركة إيني الإطالية احنا شفنا اكتشافاتها في البحر المتوسط الغاز في البحر المتوسط واللي يكاف في مصر إنتاج محلي وتصدير الأجيال جاية وشفنا النهاردة الإعلان عن الصحراء الغربية أعتقد فيه أماكن تانية في مصر لكن احنا اعتدنا خلال السنين اللي فاتت مش بيتم الإعلان غير مع الإنتاج مش بيتم الإعلان أن على فكرة احتمال الحتة دي بقى فيها غاز ولا فيها بيترون لا مش بيتم الإعلان غير بكلام فعلي وبكلام محدد قالك 10,000 برميل يومي يبقى خلاص هي الموضوع هم حطوا يدوم على 10,000 برميل يومي الكلام ده طبعا كلام حلو جدا 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 ويكاف في مصر الأجيال جاية ده خير لبلادنا خير لأن أنت النهاردة كنت بتروح تدفع الدولار عشان تجيب الغاز وتدفع الدولار عشان تجيب البترول من بره النهاردة مش بس أنت هتوفر الدولار اللي بتدفعه ده أنت كمان بتكفي مش بس احتياجك المحل ده أنت كمان ممكن تصدر خاصة الغاز وزي ما حضراتكم وإحنا اتكلمنا كتير قبل كده أن مصر محطة مهمة جدا مش بس فيه إنتاج الغاز لكن في فكرة صناعة الغاز وتسهيل الغاز في منطقة الشرق الأوسط كلها يعني احنا بناخد الغاز من المنطقة كمان كلها من الدول المحيطة وإحنا نسيله هنا عندنا في مصر ويعاد تصديره مرة أخرى لهذه الدول فطبعا دي من الحاجات المبشرة جدا 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 اللي بنشوفها في مصر خلال الفترة الفاترة معنا خبر بيقول الحكومة تعلن إلغاء احتفالات رأس السنة وتحذر من اللجوء للإغلاق الكامل الحكومة بتقول لنا إن ما فيش حاجة اسمها احتفالات رأس السنة عشان بس قبل ما نهزر ونقول يعني إحنا كده كده مش بنحتفل وكده كده هم يعني بس صلينا في الاتنين كيليو استفند اللي إحنا بنشتريهم وشوية الفول السوداني اللي بنقولهم يعني لا هي مش مؤسود بيها المواطن في بيته لكن المؤسود بيها أكتر الفنادق والمطاعم المشهورة والأماكن اللي بتعمل احتفالات بتضم المئات والألاف في ليلة رأس السنة أنت عارفين حضراتكم أن ليلة رأس السنة في مصر دي بتبقى مصدر دخل يمكن في بعض الأماكن بتعيش على المصدر الدخل ده يمكن السنة كلها وبيبقى فيه احتفالات ضخمة جدا في كل فنادق مصر وفي كل مكان والقرى السيحية فطبعا بيبقى فيه تجمعات كبيرة جدا فتم إلغاء احتفالات رأس السنة تماما وأي حد هيعمل احتفالات ولنا جاي بالنجم الفلاني والقلاني مفيش وطبعا إحنا حتى على المستوى الروحي والمستوى الكنسي برضو مفيش احتفالات رأس السنة أعتقد مش بس في القاهرة والسكندرية لكن في كل الإبراشيات فكرة الاحتفالات والتجمعات ليلة رأس السنة والسهرة الروحية الجميلة اللي كنا بنقضيها في كناسنا ونرنم ونطلب من ربنا سنة جديدة حلوة ونختمها بالأداس ونقابليها التسبحها والكلام الحلو ده كله برضو للأسف مش هيبقى موجود كورونا فرضى سيطرتها على الكل سواء حتى على المجال الدنياوي أو المجال الروحي على الكل فربنا نعدي الأيام دي على خير والحكومة بتقول احنا ممكن نلجأ للإغلاق الكامل ده متوقع على فكرة خلال الفترة اللي جاية لكن هي فكرة أكل العيش يعني اللي عنده أكل عيش يشتغل وينتج وينزل وينزل عشان الإغلاق الكامل دي وإن احنا نبقى من الساعة 4-5 في بيوتنا ويتم ويبقى في حظر والكلام ده كله ناس كتيرة جدا بتتأثر به سلبيا كتير جدا فأرجوكم نخلي اللي ينزل الشارع ده يبقى نازل يقدم مصلحة مش نازل يتمشى ولا نازل يتفرج على هدوم جديدة ولا نازل يشتري حاجة ولا نازل عشان يهوي نفسه أرجوكم يعني نحافظ على نفسنا الفترة الجاي أنا عارف أن إحنا ساعة الواحد بيبقى بايخ يعني من كتر الكلام ده بس يعني إحنا ده دورنا وده لازم نعمله مزارة الصحة بتقول القاهرة والجيزة والإسكندرية والأليوبية أعلى المحافظات إصابة بالكورونا طبعا لأن القاهرة وما حولها اللي هي بيسمونها القاهرة الكبرى اللي هي الجيزة والأليوبية طبعا أعداد سكان مهولة جدا تكدس في كل مكان محطات أوتوبيسات زحمة في كل مكان في مصر إسكندرية نفس الحال ربما يكون القرى والصعيد ووجه بحري الدنيا أهدى شوية كان برضو فيه إصابات كتيرة لكن طبعا القاهرة والجيزة والإسكندرية من أكتر المدن والأليوبية طبعا من أكتر المدن إصابة بكورونا ربنا يا رب يرفع على الكل برح وزارة الصحة في بيانها الرسمي نسجلت 911 إصابة جديدة بفيروس كورونا و42 حالة وفاة ونؤكد ونزيد ونعيد وده دورنا اللي احنا نعمل كده إن هذه الأعداد هي المسجلة في وزارة الصحة المصرية هذه الأعداد اللي راحت لمستشفيات وزارة الصحة المصرية وراحت قالت لهم أنا الدنيا عندي بتخلص ويعملولي مسحة فعملوله مسحة فطلعوا ما يقرب من 1042 حالة وفاة خلال 24 ساعة فقط وبنؤكد وبنزيد ونعيد إن الأعداد على أرض الواقع أضعاف 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 هذه الأرقام واللي مش واخد باله لحد دلوقتي واللي مصمم ينزل الشارع لحد دلوقتي من غير كمامة انظر حولك افتح صفحات الفيسبوك وتفرج على كمية الوفيات وكمية الإصابات اسأل على قريبك في كل مكان هتلاقي حد تعرفه من قريبك أو من صحابك أو من أصدقائك مصاب بكورونا أو اتوفى بكورونا يعني الحقيقة شيء مؤسف جدا 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 يعني أنا الحقيقة الواحد حتى لما حد بيتوفى بكورونا الواحد حتى بيبقى مكسوف من نفسه يعني الواحد بيبقى عايز انتوا عارفين احنا في مصر تربينا يقولك الواجب يعني موضوع العازة ده يقولك انت متروحش تعزي عشان عندك وقت فاضي احنا تربينا في مصر على فكرة اعمل الواجب روح اعمل الواجب فحتى اعمل الواجب دي ما بقتش موجودة لا بتعرف تحضر جنازة ولا بتعرف تعزي حده واللي بيمطلو مريض بكورونا هو نفسه ممكن يبقى يعني أقرب الناس لي وما يحضرش جنازته ومهما كان الشخص غالي والشخص جميل والشخص محبوب والشخص عظيم جدا اخرب يعني ممكن يكون صلة في المدافن وبيتدفن باجراءات كمان احترازية وخلص والموضوع بيخلص على كده في حاجات احنا كنا بنشوفها زمان او بتحصل معانا كنا بنشوفها ان ايه ايه حاجة عادية ده الواجب ان الناس لما حد عندي بيموت الناس بتيجي الطبطب علي وتقول لربنا يعزيك ويجي يعودوا معي لحد التالت وبعدين نعمل الخمستاشر والاربعين والسنوية وكده ونشوف ناس بتطبطب علينا وكنا فاكرين ان ده عادي ونوضح حبيبنا في المدافن ونبين مشاعرنا وكنا فاكرين ان الموضوع عادي وتعري الموضوع مش عادي وتعري حتى لما بيموت لنا حد والناس تيجي تعزينا وتطبطب علينا حتى الموضوع ده ما بقاش موجود للأسف واللي بيموت هذه الأيام بيبقى الأمر صعب جدا 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 أرجوكم خافوا على حبيبكم يا رب ربنا بعد الحزن والمرض عن كل بيوتنا وعن كل الناس يا رب في كل العالم الحكومة بتقول موقع الكتروني لتسجيل الرغبين في لقاح كورونا وتحديد مركز بكل محافظة هيتم الإعلان خلال الأيام اللي جاية وطبعا الموقع هيبقى معنا هنا في برنامجنا هيتم الإعلان عن الموقع اللي هيتم تسجيل الرغبات الناس اللي عايزة اللقاح إحنا ممكن فتحنا التلفونات من يومين وناس قالت لا أنا معا أنا عايزة اللقاح وناس كتير للأمانة قالت لا مش عايزين اللقاح فالحكومة بتقول لنا هيبقى فيه موقع الكتروني هيتم التسجيل عليه أنا عايزة اللقاح هسجل على نفسي وأنا بتمنى من دلوقتي من دلوقتي من السادة المسئولين السادة المعروفين أي حد بقى ليه ناس يعرفوه مشهور مغني ممثل رجل دين أي حد يعني هيتبرع وياخد اللقاح أنا بتمنى أنه هو يعلن ده يعلن ده بفيديو يعلن ده بشكل أو بآخر لأن لازم الناس تعرف أن إحنا ما ينفعش يبقى فيه ناس بتنادي يخدوا اللقاح عشان الكبوس اللي إحنا فيه ده يخلص وتقوله أنت خدت اللقاح يقولك إيه لا 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 أنا مستنيه كده لا ينفعش يعني لازم أنا بأعتقد أن كل مسئول يكون لي دور واجب في هذا الأمر عشان الناس ما تخافش وأعتقد في الولايات المتحدة الأمريكية بيعملوا كده جمعة القاهرة جمعة القاهرة تحول قصر العين الفرنساوي لمستشفى عزل لعلاج مصابي كورونا مستشفى الفرنساوي ودي من المستشفى في القاهرة اللي هي بيبقى فيها أقبال شديد جدا 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 المستشفى كلها تحولت لاستقبال العزل لكورونا وعدد كبير جدا من المستشفى المصرية بقت مستشفى عزل بقت مستشفى العزل لمرضى كورونا ربنا يا رب يشفي كل مريض احنا محتاجين المستشفى دي محتاجين نخلص من الكابوس ده لان احنا اصلا المستشفى مكادش مكفية يعني احنا قبل كورونا كنا بنقعد نينان ده هقدي كده ونقول فين المستشفى اتنا عرف مريض وراح وكان عنده مش عارف ايه والمستشفى مستقبلتوش عشان ما فيش سرير النهاردة حتى المستشفى اللي بقتنا موجودة اتحولت ليه مستشفى عزل وطبعا فيه خطة اكبر من كده مش بس المستشفيات اللي تتحول يبقى فيه اماكن كتيرة جدا ويمكن الجيش المصر قاين بدور في الموضوع ده يعني احتمالات رؤية مستقبلية ان في حالة حدوث يعني التفش بشكل كبير جدا وجود الاف محتاجة سرير لازم يتم توفير سرير يا رب ما نحتاجش للاماكن الكتيرة اللي هي متوقعة وما نحتاجش الحاجة والموجة دي تعدي نتعرف على الأرصاد الجوية وأحوال الجو إيه خلال الكام يوم الجايين وزملتنا ماروتيا عصام ماروتيا صباح الفل صباح الخير يا إسحاق صباح الخير على كل مشاهدي برنامج صباح النور احنا مع حضراتكم النهاردة من هيئة الأرصاد الجوية ومعانا لقاءنا الإسبوعي مع أستاذ محمود شهين مدير التحليل والتنبؤات الجوية ولا هيكلمنا أكتر عن حالة الجو صباح الخير صباح خير أهلا بيك أهلا بيكم وكل سادة مشاهدي سيتي في أهلا بيكم كنا عايزين بقى نعرف من حديتك يعني كل سنة وحديتك طيب بدأنا في فصل الشتاء بقالنا كام يوم أهو فعايزين نعرف بقى سمات فصل الشتاء الأولية اللي هي الأول كام يوم دول عاملين إزاي طبعا في البداية أستاذ مروتيا كل عام وانتم بخير طبعا وكل الشعب المصري بقى الف خير احنا بالفعل دخلنا فصل الشتاء بقى نا يومين مستمر معنا ثلاث شهور فصل الشتاء لغاية 21 مارس فصل الشتاء معروف تقالباته الجوية ما بين سقوط أمطار وانخفاضات في درجات الحرارة ولكن الحمد لله هو بدء معنا بداية لطيفة كده وجو مستقر بشكل كبير وفي فترات سطوع أشاعة الشمس خلال فترات النهار التقصي بيعتبر بين دافئ ومائل للدفئ على فترات النهار خلال اليوم خلال ساعات النهار على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية ولكن فترات الليل مجرد ما بتبدأ تغيب أشاعة الشمس بتنخفض درجات الحرارة بشكل سريع وبيسود تقصي بارد على شمال البلاد وشديد البرودة طبعا على المناطق الجديدة والمناطق المكشوفة وشمال وجنوب الصعيد التحذير طبعا أو النصيحة اللي بنقولها للسادة الموطنين خلال هذه الفترة استمرار تدقى الملابس الشتوية ما نحاولش نخفف ملابسنا ما نغطرش في فترات سطوع أشاعة الشمس خلال فترات النهار لأن فيه فارق بين العزمة والصغر أحيانا بيصل إلى عشر درجات مقوية فطبعا ده بيخلينا نحذر من عدم تخفيف الملابس أو نوعية الملابس لازم نوعية الملابس تكون ستة في فترات النهار وفي فترات الليل أيضا فترة الاستقرار اللي احنا فيها دلوقتي الشبورة المائية تعتبر هي الظاهرة الجوية الأكتر تأثيرا خصوصا على الطرق الزراعية وعلى الطرق القريبة من المسطحات المائية مداخل ومخارج القاهرة سوحنا الشمالية مدن القناة شمال الصعيد كل هذه الأماكن بعد الفجر وبتستمر معانا لغاية الساعة 7-8 صباحا بتنخفض الرؤية بسبب الشبورة المائية فالرجاء طبعا من قائد السيارات القيادة بهدوء الشديد على الطرق أثناء فترة التكاون الشبورة واتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بخصوص السرعات أيضا استاذ المواطنين اللي بيعدوا المشاء وبيعبروا المشاء يفضل عبروا المشاء من أماكن المخصصة لذلك مفروض أنه في فصل الخريف بيكون درجات الحرارة أقل ولا في فصل الشتاء يعني في فصل الخريف بيبقى فيه الأمطار أكتر أو بيبقى فيه درجات الحرارة أقل هو طبعا فصل الخريف اللي خلص ده يعتبر فصل تقلبات جوية حدة وسريعة بتكون فيه غزارة للأمطار على سلاسة جبال البحر الأحمر وفرص لتكون السيول في جنوب سينة والمناطق الجبالية المصرية ولكن فصل الشتاء فصل ممتر طبعا ما فيش كلام خصوصا على مناطق من سواحين الشمالية لوجه البحر القاهرة هذه الأماكن طبعا في فصل الشتاء بتسقط عليها الأمطار بغزارة برضو بالنسبة لدرجات الحرارة لأ انخفاض درجات الحرارة المعني به أكتر فصل الشتاء مش فصل الخريف خصوصا إحنا كنا بنشوف فصل الخريف درجات الحرارة بتنخفض فيه في درجات الحرارة الصغرى في فترات الليل لكن في الشتاء درجات الحرارة بتنخفض نهار وليل فإحنا لسه يعني داخلين لسه في بداية فصل الشتاء فلسه درجات الحرارة ما نخفضتش بشكل سريع أو ما نخفضتش بشكل مرحوظ في فترات النهار شكرا جدا لحضريتك ونورتنا كنا مع حضراتكم من هيئة الأرصاد الجوية رب دايما يكون الجو حلو عليكم نرجع دلوقتي لستوديو الإسحاء شكرا جدا يا مروتيا دايما تجبلنا أخبار حلوة من هيئة الأرصاد الجوية بشكرك جدا ونرجع لأخبارنا الحكومة بتوافق على إقامة معرض بعنوان رمسيس وذهب الفراعينة في خمس مدن عالمية خمس مدن عالمية هتشهد وجود أثار مصرية في أكتر من مكان متقسمين ما بين أكتر من ولاية في الولايات المتحدة الأمريكية وفي لندن وفي باريس هيبتدي إمتى الموضوع ده الموضوع ده هم مهتمين أنه يبتدي متوقع أنه إن شاء الله تكون وقتها الكورونا مش موجودة نوفمبر 2021 يعني من أول شهر 11 السنة اللي جاية لحد خمسة وعشرين لحد إن شاء الله سنة خمسة وعشرين على مدار أربع سنين أثارنا المصرية بالتلف الولايات المتحدة الأمريكية ولندن وباريس جميل أن يبقى فيه يعني الرؤية المستقبلية لكمان لأن ده يعتبر جذب للسياحة بشكل أو بآخر أو ترويج للسياحة المصرية وآثرنا المصرية طبعا المحبوبة لدى الناس كلها وزارة التعليم بتعلن الحياة مش بتعلن بس دي بتعلن وبتؤكد في أكتر من مرة إن وضع أسئلة امتحانات الترمي الأول في المناهج كاملة دون حزف وزارة التربية والتعليم بتأكد مرارا وتكرارا وأنا قلت حضراتكم الكلام ده قبل كده هم الوزارة مش نوية تحزف حاجة يعني أنت ابنك عنده امتحانات الترمي الأول هي الوزارة ما تقولش هسيب آخر فصل عشان احتمال يتحزف لا ذكروا الوزارة مش هتحزف حاجة خالص أرجوكم الناس اللي عندها امتحانات محدش يتوقع إن وزارة التربية والتعليم عشان إحنا سابونا نعود في البيت أو ما نعودش في البيت إنه هم هيحزفوا حاجة مش هيحزفوا حاجة مش هيحزفوا ولا نص من العربي مش هيتم حسفوا ولا أي حاجة التجربة مثلا في الكيميا ولا ما فيش فقالك الامتحان الترمي الأول في المنهة الكامل الخاص بالترمي الأول فما تتوقعش إنهما يحزفوا حاجة وما تتوقعش إنهما مش يبقى فيه امتحانات فيه امتحانات وفيه كل حاجة إحنا بس بنأكد إحنا بنبلغ حضراتكم اللي جاي من وزارة التربية والتعليم ده دورنا إنه إحنا نقول لحضراتكم هما بيقولوا إيه عايز أقول لحضراتكم إنه فيه خبر كده كان ظريف نحب نختم به يعني فقرتنا الإخبارية إن حديقة الحيوان بالجيزة اشترت تلت زرافات جداد من جنوب إفريقيا تلت زرافات لسه صغيرين كده ويعني مقاساتهم صغيرة طولهم تقريبا حوالي مترين لكن الزرافة طبعا الكبيرة طولها بيوصل أكتر من كده لكن اتقال لهم ليه جبتوها صغيرة قالك عشان تعرف تركب الطيارة حطنهم في سنديق يعني مفرغة عشان الهواء وقال لك عشان نعرف نركب بهم الطيارة لأن الزرافة الكبيرة هيركبوها إزاي في الطيارة تبقى صعبة جدا ثلاث زرافات وإحنا عندنا زرافة موجودة في جنينة الحيوانات ومصريين في عز أزمة كورونا بيتكلموا سوسا هتتجوز إمتى مهم جدا يعرفوا أن سوسا الزرافة اللي في جنينة الحيوانات هتتجوز إمتى وفرحها إمتى وقال لك لا بعد أسبوع ومش عارف إيه وحاجات كده يعني فإحنا الحقيقة إحنا عشان شعب بيحب الضحك وشعب بيحب الرفاهية وشعب الحياة محب للحياة فحتى بنهتم في وسط نكادنا وفي وسط مشاكلنا بنهتم بالحاجات الزريفة دي الزرافات الجديدة بتاعتنا اللي موجودة في جنينة الحيوانات طبعا هم مش هيطلقوها على طول في المكان بتاعها عشان هي لسه مش واخدة على المكان وطبعا البيئة في جنوب أفريقيا غير البيئة في مصر فهم طبعا متخصصين وعارفين إزاي يشوفوا يعني إزاي يخليهم يتأقلموا مع الجو في مصر الثلاث زرافات ذكر واتنين طبعا ناس يعني حاجة جميلة الحقيقة بفكرة أن جنينة الحيوانات بتهتم كمان بالتطوير وسمعنا كمان أن هم هيبدلوا كمان مع حضائق عامة في عدد كبير جدا من العالم نديهم حيوانات وناخد منهم حيوانات سمعت أن احنا عندنا زيادة في سيد إشطة في سيد إشطة ناخد منه ونوديه برة وهم يبعثوا لنا حاجات عندنا زيادة في الإسود والنمور لكن الحقيقة الزراف من الأنواع اللي هي الندرة في العالم اللي هي من الحيوانات المهددة بالانقراض اللي قليلة جدا في العالم زي الزراف وزي الفيل الفيل كمان على فكرة من الحيوانات القليلة جدا جدا في العالم وأعتقد هم كمان عايزين يجيبوا فيل أو حاجة كده يعني خبر حال وكده نحب نقوله لحضرات سباحنا قبل ما نخرج لفاصل اللي حابب يتبرع نقول التبرعات مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم A أو O على أن يكون السن لا يزيد عن 40 سنة رقم التليفون 012 748 221 222 وكمان مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم بموجب على أن يكون السن من 21 ل40 سنة ويكون خالي من الأمراض رقم التليفون 012 20 375 41 مطلوب متبرع بكل فصيلة الدم أموجب على أن يكون السن من 21 ل35 سنة ويكون بصحة جيدة رقم التليفون 0122 4239 305 كمان مطلوب متبرع بكل فصيلة دم أموجب أو أو موجب على أن يكون السن من 25 سنة ل40 سنة رقم الهاتف 012 8978 2573 ويا رب بالشفاء للجميع دي كانت فقرة أخبارنا النهاردة على فكرة فقرتنا الرئيسية النهاردة هنتكلم عن ميلاد المسيح لكل المجد ونتكلم كمان عن قصة الفداء والرموز في قصة الميلاد ونتكلم عن مظاهر الاحتفال في العالم حلقة النهاردة كده تبع حلقة مختلفة هذا الوقت نخرج لفاصل ونرجع لفقرتنا الروحية باكراني أراب تسماو سوتي